اسمح لي سيد فؤاد ربما لسان حال اللبنانيين الآن يقول ان صحيح نحن في حالة ظهور كمواطنين في لبنان صحيح اننا غير راضين عن كل هؤلاء الفاسدين وعن كل هؤلاء السياسيين وعن كل هؤلاء كل هذه الوجوه انما السؤال كذلك ان ما حدث كشف بعضا من المتسطر عليه لم يكشف كل الحقائق في لبنان يعني انت الآن تحدثني عن ان المجلس يراعي مصالح الفئة الحاكمة ولكن هذه الاستقالات هذا الكلام لم يكن يقال قبل 4 اغسطس مثلا سيد الكريم كلامك صح بعد 17 اكتوبر لما صارت هناك الثورة بالشارع كردة فعل على الوضع الاقتصادي المزري والسرقة واكبر بونز سكيم بالعالم صارت معنا انا باعتقد صار هناك صحوي ولا يمكن الشعب اللبناني ان يعود لما قبل 17 اكتوبر مضبوط الطبقة الحاكمة تعلمت كيف تتعاطى مع الثورة كيف تتعاطى مع اهلنا بالشارع بس لا يمكن انه بالاخر يستهب له العالم بالشكل اللي كانوا يستهبلينا فيه انا اللي عم تتفضل فيه 100% صح صفة فيه صحوي عند الشعب اللبناني صفة فيه شريحة كبيرة عم تقول لا يمكن العودة للماضي لا يمكن ان يلعبوا على البند الطائفي ومشاعرنا الطائفي والمدهبية اللي وصلتنا للخراب انا بعتقد هناك صحوي جدية ويلي بعد اكتوبر 4 اغسط كمان اللي عم تتفضل فيه مزوط هي يعقد انه نحن اليوم باي بلدي بيحترم حاله اول ارار بيتاخد كل واحد مسؤول كان على بالبور بالمرفق يجب ان يوضع بتحت مباشرة بالاقامة الجابرية والتحقيق معه نحن اغدتنا ايام حتى ناخد هالقرار واسوأ من هيك مجلس النواب سوف يجتمع غدا لبحث عملية حالة الطوارئ ببيروت مش لابل اللي بدأ البرنامج لحتى نفهم تمام شو صار بالجريمة الكبيرة اللي موجودة فيها كمان لحقول اكتر من هيك اليوم شو هالصدفة انه اسبوع قبل الابل هالكارثة وهالجريمة بيوصل مكتوب من جهاز امنة لوزير الاشغال يلي هو المشرف على البور يقولوا انه هناك مادة يجب ان نطلع فيها موجودة هالمواد من الالفين وثلاتعش وفوق هيك القاضي التمييزي المدة العام التمييزي بيعطي تعليمات يسكروا ثغرة بالجدار طبع هالعنبر من كم يوم قبل الانفجار يعني نحن من الالفين وثلاتعش لليوم ما عنا فكرة انه هذه قملة موقوطة موجودة بين العالم تاني شي اين هي الاجهزة الامنية اين هي بالاخر الوزراء وزارة المال يلي هي مسؤولة عن الجمارك وزارة الاشغال يلي موجودة عن البور والعملية رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية وكل هون مسؤولين لسوء الحظ لليوم لهلأ تركب بالاخر اشخاص يكونوا بالاخر محققين بهالموضوع بعد مرور 8 ايام شو هالكزبي هايدي شو هالنفاق الموجود بهالبلد تعتقد يا سيد فؤاد ان اللبنانيين سيسمحوا للنواب غدا ان يتوجهوا الى مقر البرلمان يعني كانوا ينتظرون ان تناقش جلسة الغد ما حدث في البلاد تناقش ما حدث ليس الا اول شي كان الهدف من الدعوة مثل ما بتعرف لعملية توجيه المسائلة للحكومة اللي اسقاطه الحسان ديان فهم اللعب وقدم استقالته قبل بتحولت الجلسة من موضوع مسائلة للحكومة لموضوع قانون الطوارئ بميروت انا سؤالي اي اعقد نحنا كنواب يلي انا بحزن انه سمي حالي كنيب اي اعقد نحنا كنواب العالم يلي انتخبتنا نجي بنعمل سكنة عسكرية دير من دار ما بدنا نحنا نجتمع تنبنعن يعطو رأيون هذه مهزة الكبيرة هذه مهزة الكبيرة ويلي اسوأ من هيك يلي واحد لازم يسأل حاله اليوم حكومة حسان ديان استلمت نظام فيشل كل ياته بالاخر منظومة فيز دي من سنة 93 بس اي اعقل انه حكومة مفروض يكون كلهم مختصين ما حدا نادر يدير كيرسي تب كيف جبنيهن هول حتى يديروا وضع اقتصادي مزري لما اني ما قادني يديروا كيرسي اللي هي تحت عيونهن قريب عليهم وكل اهلنا اضرروا فيها وكل واحد عائلة من عيالنا احنا ببيروت وبلبنان اخسرنا اشخاص الله يرحمهم والدمرت بيوتنا والدمرت مؤسساتنا ولليوم ما في منشوف في اي جدية بعملية التعاطي بهالملف اسمح لي سيد فؤاد بهذا السؤال يعني استقالة عشد نواب لماذا لم تفكر في الاستقالة انا كنت ناوي امشي بالاستقالة انا احنا كنا بدنا نشيل الحكومة لما سقطت الحكومة اليوم في عندك شغلتين بدنا نتعاطف فيهن اول شي مطلب يلي هو لأهلنا يلي هو تقصير الولاية هيدا بدي يقدمها نايم لانه بالاخر اذا بنا نتركها لهالزمرة الحاكمة ما هتأثر لا تغير لا تقصر الفطرة ولا تحمل شي بدنا نحاول نقصر الولاية واذا في حالة كان هناك هالطبقة الفيزدي بدنا تمنعنا من تقصير الولاية انا استيقالتي على الطاولة لا بهالموضوع ما فيه تراجع ليس هناك من اي تراجع امدا لانه انا بالنسبة لي منيش عم جرب اخدم قدمة فيه بس اذا وصلنا لحالة انه ممنوع النائب المستقل يلي تحديه وكله نطلع انه نقدر نوصل لعملية بالاخر نمرق القوانين يلي فيها تساعد اهلنا عمرا ما تكون هشاني كلياته بنقدم استيقالتنا اشتركوا في القناة